موسيقى ملوش حقيقة اي تفسير منطقي يعني لازم تخرج برا المنطق ولازم تخرج برا الحسابات الموضوعية عشان تعرف ليه المنتخب ظهر بالشكل ده في مباراته الافتتاحية الاولى في بطولة افريقيا يبدو ان احنا كما تعودنا دائما كده نعشق المواقف الصعبة يعني لازم دي استقافة على فكرة مش كورة قدم بس يعني احنا دائما نحب نتحط في خانة اليك عشان نبتدي نطلع قدراتنا عشان يبتدي معدننا الاصيل يباني ده شيء كده يعني في التراث المصري في الفن تلاقيه في الكرة تلاقيه في الاقتصاد تلاقيه في السياسة تلاقيه نحب دائما الازمة عشان تطلع احسن ما فينا هو ده اللي عملوا بالزبط منتخب مصر مبارح مبارح بعد ما سجل مصطفى محمد الهدف الاول دقيقة وشوية في الديقة التانية تقريبا من زم المباراة بتفرج مع الزميلة هنا في قناة الاهلي كنت متوقعا ومطش مبارح وقلت ده على الهوى يعني قلت لو المنتخب سجل هدف مبكر المباراة هتبقى احتفالية كرنفال اهداف يعني وقد كان سجل مصطفى هدف جميل هدف ملعوب هدف يعني اكتر من رائع فابتدينا بقى نستعد لحفلة يعني ابتدينا ايه نفرد ورقنا كده ونقول ايه يلا يا جماعة بقى ايه هنحتفل بكرنفال اهداف فعارف انت لما ترفع سقف الطموحات والتوقعات فيروح جاي حد رزعك في سبع ارض هو ده كان احساس المصريين مبارح يعني سيناريو لم يكن ليتوقعوا اشد المتشائمين تعادل منتخب مصر مع موزنبيك خد ده لك انت اللي تعادلت مع موزنبيك والقدر كان بنا رحيما يعني القدر كان بنا رحيما وتفادنا خسارة انت مبارح تكلم يعني وانا بستعرض مبارح تاريخ مواجهات مصر وموزنبيك منتخب موزنبيك وكنا بنقول موزنبيك فائل حسن وانه التلات نسخ اللي قابلنا موزنبيك في دور المجموعات تواجهة مصر باللقب البطولة وانا بشوف النتائج مبارح كان ضيفي نادر شبانة في الحلقة واستعرضت نتائج المواجهات تلات مطشاط في بطولات امم افريقيا ومطشين في تصفيات كاس العالم سيبك من انه مصر كسبة الخمس مطشاط على مدار الخمس مواجهات موزنبيك ما سجلتش فينا هدف واحد يا راجل يعني خمس مطشاط هي تاريخ مواجهات مصر وموزنبيك موزنبيك لم تسجل ولا هدف في منتخب مصر فكات المفاجأة ان برح انه يحصل التحول الدراماتيكي ده وانه التقدم بنتيجة 1-0 يتقلب لنتيجة 2-0 مش عايز اكون قاسي فخكمي على المنتخب يعني مازال الامل بقية وكل الحقيقة انا بحب دايما بتفقل بالخير يعني تفقلوا بالخير تجدوه وان شاء الله بإذن الاسعاب دي يعني السيناريو ده تكرر معنا كتير ابتدنا 86 هنا بخسارة في السنغال في ملعبنا في صدق قاهرة وتوجنا باللقب على حساب الكاميرو حتى النسخة الأخيرة اللي وصلنا فيها الفاينال ابتدنا بعرض ولا أسوأ قدامنا يجيريا وصلنا المباراة الأولى الافتتاحية لكن قدرنا نوصل للمباراة الهائية فمش عايزة يكون قاسي لكن في نفس الوقت فيه أخطاء فاداحة فاداحة مبارح أولها عدم تحمل المسؤولية يعني مسؤولية يا جماعة تي شيرت منتخب مصر دي دي مسؤولية جبيرة ده شرف كبير جد يبدو الحقيقة ان احنا ما كناش قد المسؤولية مبارح كل من تواجد فيه ملعب المباراة جهاز فني محللين أداء لعبين بودلاء ما كانوش على قدر المسؤولية بتكلم من المنتجه الصراحة واعتقد ان احنا ما قدمناش غير ان احنا نصحح أوضعنا في مباراة هتكون صعبة جدا علينا احنا الاتنين لانه اللي زود من صعوبة نتيجة مصر وموزنبيق خسارة غانا قدام كاب فردي مبارح عقدت بشكل كبير جدا من حسابات المجموعة وخليني أقولكم كده من الآخر احنا دخلنا المراحل الإقصائية بدري بدري يعني خلاص احنا مش في دور المجموعات احنا دخلنا مرحلة النوكاوت ليه؟ لانه مباراة الغانا يوم الخميس اللي جاي ما تحتملش الاسم على الاتنين والخسارة اللي قدر الله فيها تعني الى حد كبير صعوبة تأهل المنتخب المصري للأدورة بعد كده الإقصائية واحتمالية خروج منتخب مصر من البطولة بدري بدري هتكون اكبر بكتير من احتمالية موسط المشوار غانا جريحة حساباتها يمكن تكون اكتر تعقيدا من حسابات منتخب مصر بعد خسارتها مبارح من الرأس الاخضر فبالتالي المواجهة هتكون صعبة جدا على الفرقتين والكسبان منهم يعني ان شاء الله بإذن الله يتمنى يكون المنتخب المصري حاضر يتمنى يكون حاضر ويكون توفيق حليفه نقدر نتخطي المواجهة دي لانها هتكون مواجهة صعبة جدا عدم مكسب منتخب مصر المواجهة اللي جاي ده صعب بشكل كبير جدا من حصوصه في البطولة لكن التسعين دي امبارح محتاجين وقفة كتير جدا محتاجين نحط ايدينا على اخطاء فداحة عن غياب عدد كبير جدا من الاسماء عن مستواها عن رهان روي فيتوريا على الاسماء قبل ما يكون على المستويات وعلى الاداء مبارح الحقيقة المنتخب ظهر شبح المنتخب المصري وانا بتكلم من بارح في بداية الحلقة قبل المطش بساعة قبلتكم في السادسة كنت بقول انه جيل ده حيرنا المنتخب ده حيرنا منتخب تشوفه قدام بلجيكا تقول المنتخب ده يقدر يحسم لقب امم افريقيا بمنتغة سهولة منتخب تشوفه قدام كوريا تقول ملناش حظوظ والدنيا بعيدة قوي علينا تشوفه قدام الجزائر بيلعب مطش ولا اروع ولا اقوى تقول انه كبير افريقيا تشوفه قدام اثيوبيا هو بيخسر اتنين صف تقول سبحان الله سبحانه مغير الاحوال ايه الوجه اللي هيظهر به منتخب في امم افريقيا كان الجواب في مطش موزنبيق على كل الاحوال انا زي ما قلتلكم مش عايزة يكون في قصوة لكن في نفس الوقت لازم نحط ايدينا على كتير من الاخطاء اللي ارتكبها الحقيقة انا بحمل فيتوريا طبعا مسئولية الاولى يعني اذا كان في حد مسئول بشكل كبير عن الخسارة انا عارف انه الاجواء في المعسكر مش احسن حاجة لعيبة متضايقة الجهاز الفني متضايق كلنا متضايقين بصراحة متضايقين لانها المباراة الاسهل في المجموعة احنا هنا واحنا بنحل المجموعة منتخب مصر وكان هنا لقاءات مع هنشوف ونسترجع معكم جزء منها يعني كنت بتكلم مع الزملاء واحنا بنحضر للحلقة النهاردة كناش متوقعين طبعا نتيجة تطلع كده كنا نتكلم مع الزملاء على مثلا لقاء كان مع محل الأداء كاف فردي وانا قلتلكم المنتخب ده منتخب محترم جدا اوقعوا تستهونه عشان بس كلمة الرأس الأخضر دي بالنسبة لك ممكن تبقى ده منتخب يعني حصلت المجموعة لا كاف فردي منتخب محترم جدا وقد كان بالدليل قاطع مبارا مكسابه قدام غانا بنتيجة اتنين واحد لما استقبلنا محل الأداء يمكن سبوع عشر تيام قبل انطلاق البطولة الراجل كان بيتكلم معنا بقول له مشوار حزوز منتخب كاف فردي او منتخب الرأس الأخضر في البطولة وشايف ازاي معجهاته مع التلات فرق منتخب مصر وغانا وموزنبيق الراجل قال لي احنا هنبدأ مع غانا وده أسهل مباراة بالنسبة كان رده كده واضح وصريح هنبدأ بغانا غانا بالنسبة لنا أسهل مباراة موزنبيق هي أصعب مباراة ده كان كلامه وهفكركم به في حلقة النهاردة احنا طلعنا بعد الحلقة طبعا قلنا الراجل بيقول اي كلام يعني احنا انا والزومة اللي احنا بنتكلم ايه غانا أسهل مباراة وايه موزنبيق أصعب مباراة وقد كان مباراة واضح انه فيه ناس بتشتغل ودرس الخصوم احنا مباراة واضح ان احنا يعني على مستوى الجمهور انا قلت لحضرتك من 24 فريق او منتخب بيشاركوا في البطولة قولي اسم او اتنين او تلاتة من كل منتخب هتيجي عند موزنبيق تعطل يعني هتيجي عند موزنبيق مش هتعرف غالبا ولا اسم لكن يبدو كمان ان احنا ما قرناش موزنبيق بشكل كويس يبدو ان الجهاز الفني ما حضرش للمنتخب ده بشكل كويس يبدو ان احنا استهولنا اكتر من اللازم يبدو ان الهدف المبكر كان ليه اثر عكسي سلبي علينا وايجابي عليهم بشكل كبير عايز اتكلم معكم على مطش موزنبيق مباراة ونحط ايدينا كده بالراعة على الاخطاء اللي ارتكبها منتخب مصر في المباراة وايه هو بداية السيناريو او بداية التحضير لمباراة غانا المقبلة فاصل وندخل في التفاصيل خليني ابدأ مع حضراتكم باخبار الاهلي النهاردة يعني طبعا يمكن الفرصة بتاعة بطولة امم افريقيا صحيح نادي الاهلي يمكن عنده حوالي 11 لعب يشاركوا في البطولة لكنها في النهاية برضو فرصة لالتقاط الانفاس يعني الاهلي يمكن كان مستوى الرتم والاقاع قبل البطولة دي لو تتذكروا يعني احنا ما رحناش بعيد قوي لكن انت بتكلم على بداية مشوار الاهلي في دوري الابطال بتكلم على مطشط دوري بتكلم على كاس علم اندية بتكلم على كاس النخبة او كاس السوبر المصري فبالتالي كنا محتاجين شوية ناخد نفسنا يعني او الجهاز الفني يعني تحديد ان الجمهور اعتقد انه بيبقى مدائق لما الاهلي بيغيب لكن نتمنى انه يعني منتخبنا الوطني يفرحنا في الفترة اللي جاي لكن في النهاية اعتقد ان ميستر مارس الكولر يعني شايف انه الفترة دي فرصة انه يجاهز لعابته بشكل بعد الراحة سلبية طبعا اللي حصل عليها الفريق وعودته للتدريبات مرة تانية يوم حداشر انضمام الوجوه الجديدة طبعا نتمنى التوفيق لعمر كمال عبدالواحد مع منتخب مصر واسامة ابو علي مهاجم الاهلي الجديد عودة اللاعبين اللي كانوا يمكن يعني ملف الاصابات في الاهلي كان عندنا اربع اصابات عندنا ريدا سليم عندنا عبدالقادر عندنا متولي بقى له كتير برضو غايب عندنا احمد دبيل كوكا احدث الوجوه اللي منضمى لملف اصابات عند مارس الكولر فكانت فرصة انك تجهز المصابين وترجع اللاعب اللي شوية محتاجة وقت وشغل زي مثلا مادست اللي كانت ريدا سليم طبعا واحد من الاسماء اللي غايبت واعتقد انه واحد من الاسماء اللي اخسرها الاهلي بشكل كبير في الفترة الاخيرة تمرينت النهاردة كالتمرينة صباحية ويمكن الجهاز الفني يعني استدعى عشرة من عشر لعبين من الفرق الناشئين عشان يشاركوا مع التمرينة عبدالقادر قريب جدا ريدا سليم قريب جدا اتنين شغالين في البرنامج التأهيلي وريدا سليم تحديدا اعتقد انه الجهاز الطبي كان صرح دكتور احمد جبالة كان بيتكلم على فكرة انه في خلال منتصف الاسبوع اللي جاي هيتعمله اشعة عشان يتم التأكد من سلامته بنسبة كبيرة جدا لكنه بيشارك يعني فيه برنامج تأهيلي محطوطه وبيشارك تمرينات جاري وهو الاخر عشان يعني زي ما حضراتكم شايفين كده يعني يجيب مستوى في اليقى البدنية فأسرع وقت ممكن لكن ان شاء الله بإذن الله كل الاسماء دي هتكون جاهزة ان شاء الله بإذن الله مع عودة الاهلي لاستئناف مشواره هو طبعا بيزوده الحمل البدني بالنسبة الرضا تدريجي لانه فترة ابتعده كانت كبيرة جدا وكان يعني قصة الكسر في الترقوة دي برضو اصابة بيخة يعني يعني بتبقى صعبة شوية اه في عملية وهو اه الى اخره لكن اللعيب يبتعد عن التدريبات بشكل كبير وبالتالي لكن والله انا شايفه فت يعني شايفه مش بعيد قوي من ناحية جسم وفيه زيادة في الوزن معدلات الجاري اللي بياخدها بيفيها يعني ترتفع بشكل نسبي فبالتالي ان شاء الله فترة دي تكون يعني فرصة كويسة ان هو يستعيد ليقتل بدنية ويشارك ويدخل في التدريبات الجماعية اللي اعتقدنا يمكن تكون في خلال اسبوع او عشر تيام يبدأ رضا سليم ان هو يشارك في التدريبات الجماعية يرجع الاهلي ان شاء الله نتمنى بس انه الدوليين سواء معلول ديانج بيرسي تاو او اللي مع منتخب مصر طبعا يرجعوا بالسلامة من مشاركة في دوري الابطالي يبقى الاهلي ان شاء الله كامل سكواد نستعد بقى ونسخن لاستكمال المشوار في بطولة دوري الابطالي ويمكن كان فيه اجتماع النهاردة بين كابتن خالد بيبو وبين مارسل كولر تكلموا فيه على التحضير للدوي كريستو الحقيقة دوي كريستو اللي اتمنى يعني فكرة عدم خروجه اعارة انا بشوف الحقيقة ان دي واحدة من احسن الحاجات اللي اتفق عليها الجهاز الفني مع عدارة النادي لانه دوي كريستو انا بشوف واحد من افضل الخامات المباشرة الولد يمكن ما اخدش فرصة كاملة يمكن ظروفه كانت صعبة اتعرض لإصابة مرة والتانية لكن انا بشوف الحقيقة واحد من الاوراق اللي ترهن عليها جدا جدا في مستقبل النادي الاهلي انا عارف انه الاعارات في اوقات كتيرة جدا بتبقى مفيدة يعني لما تيجي تتكلم على قندوسي مثلا الاعارة فدته بشكل كبير جدا واعتقد انه قدر يعبر عن امكانياته بشكل برا فكرة الضغوط وبررا فكرة المنافسة ظهر قندوسي بالامكانيات اللي احنا رهننا عليها وتوقعناها مع سيراميكا الحقيقة منذ انضمامه لنادي الاهلي فبالتالي فيه وقت من الاوقات بتبقى الاعارة مش عقاب او استبعاد بقدم هي فرصة للعب انه يستعيد يجيب مستوى مرة تانية وده كان مثال واضح لك انا بشوف ان كريستو الحقيقة واحد من الاوراق اللي ممكن يكون ليها دور كبير جدا وخصوصا ان المشوار الموسم ده بأكد مرة تانية لم يبدأ بعد شوف انت لعبت سوبر ولعبت في كاس مصر ولعبت في الدوري ولعبت في كاس عالم ولعبت في دوري افريقي ولعبت في كاس سوبر او كاس النغبة شوف كم بطولة انت شاركت فيها وبقولك الاصعب والاطول لم يأتي بعد ما تبقى من الموسم بالنسبة لنادي الاهلي سواء منافسات كاس مصر النهائي او نهائي اللي ما تلعبش لسه او استكمال بطولة الدوري او مشوارك في دوري الابطال هو ده الجزء الاطول والاصعب في مشوار الاهلي السندي وبالتالي محتاج ان كل العناصر بتاعتك تكون في اعلى مستواتها وتكون في اتم الجاهزة دي اخبار النادي الاهلي النهاردة حسابات المجموعة يعني اعتقد حسابات كل شي فيها جائز يعني النتائج مبارح بتالجولة اللي جاي عندك مصر وغانا وعندك كاف فردي وموزنبيق كاف فردي لو كسبت موزنبيق راحت طارت خلاص ستة بنت قربت بشكل كبير جدا جدا من صدارة المجموعة وتنتظر نتيجة مصر وغانا لو مباراة مصر وغانا انتهت في الحالة دي بالتعادل فرص مصر وغانا وموزنبيق متساوية وكاف فردي ضمنت صدارة المجموعة خلاص فهي فيها حزبة برمة شوي لكن كل شيء في ادينا يعني احنا نملك حزوزنا حتى اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها تباني الحسابات تعائدات نقعد بقى نجيب الوراء والقلب ونقول نتيجة اخر جولة لو مصر عملت ايه والماتش التاني حصل ايه ده يحصل بعد التسعين ديه ان شاء الله بتوع ماتش غانا فاصل سريع نستقبل بعده نجمنا وضيفنا النهاردة فيه السادسة كابتن اشرف ممدوح طيب يعني عشان الناس بس ما تبقاش شايفة انه الكلام اللي انا قلت فيه قصوة او ان انا متشائم لا انا شايف انه ما زلت يعني متأكد انه حزوز منتخب مصر قائمة وبقوة تبقى العقبة الوحيدة قدامنا مباراة غانا ليه قلت انها مباراة خلصنا دور المجموعات خلاص تانسى حزبة النقاط احنا من النهاردة المكسب والخسار المكسب يعربنا من ان احنا نكمل مشوار الخسارة تبعدنا بشكل كبير جدا عن المنافسة عن لقب البطولة واللي زود من صعوبة الموقف هو خسارة غانا مبارح اللي اصبحت جريحة ورصدها من النقاط صفر وبالتالي هتخش مباراة مصر على انها مباراة حياء وموت اسأل اي حد اي حد قبل بداية البطولة مين اللي هيتأهل عن المجموعة دي هيقولك مصر وغانا وهو مغمط لكن النهاردة كل الحسابات اطلق بطت وكل الحزوز والفرص اصبحت قائمة للفرق كلها قبل ما نروح لغانا يوم الخميس اعتقد فيه حاجات كتير جدا لابد من اعادة النظر فيها ونبدأ بتقييم الاداء والمنتخب والمستوى والطريقة والاختيارات اللي قرر فيتوريا نروحن عليها في مباراة موزنبيق بس قبل كل ده ارحب بضيفي اشرف ممضوح بيشرفني النهاردة في السادسة بنسعد بيه كنا يعني احنا كنا متوقعين احتفالية بانطلاقة قوية المنتخب مصر النهاردة اشرف فسمحنا بقى ما كناش عاملين حساب للمفاجئات لا اعموما انا دايما بسعيد معاك واحنا الحياة دايما بنلتقي في احداث مهمة مصر في امم افريقيا الحياة تاريخ كبير جدا جدا وانجازات كبيرة جدا لكن التاريخ والانجازات او التاريخ فقط لا يشفع لأي منتخب النهاردة في افريقيا انك تقول انه يقدر انه يحصد البطولة او يكون على منصات التتويج نهاردة في فرق فجأتنا كتير جدا طبعا هاردلك المنتخب مصر لكن ده نتيجة عوامل يعني اتكلمنا انه التركيز مهم جدا عدم الاستهطار بالفرق وده كان عامل مهم جدا وعامل رئيسي جدا امبارح السقة الزائدة دايما بتتقلب للضد انا مفيش حاجة ايش مع انا شايف انه السقة زائدة هي السبب في التعادل ادت الى استهطار شديد جدا جدا في المباراة وعدم القدر على العودة للتركيز مرة تانية من اللاعبين ومن المدير الفني ودي حاجة كانت جديدة علي لمنتخب مصر خاصة ان شوفنا منتخب مصر قبل كده في امم افريقيا 21-19 ادر انه يرجع في مبارات كتيرة جدا اثناء المباراة مش بعد كل مباراة اثناء المباراة بيقدر يرجع بحماس وروح قتالية عالية جدا ادر انه يرجع مرة تانية في مبارات كتيرة وقدر يقلب الطاولة على كل الفرق اللي كانت متفوقة علينا فنيا وبدنيا وحتى اثناء اللقاء على مستوى النتيجة لكن مبارح الحقيقة ودي ودي يعني دي اللي مخوفاني وقلاني انك النهاردة منتخب مصر ما قدرش يرجع بقوة لتركيزه والاداءه احنا عندينا مجموعة كبيرة جدا من اللعبين يا احمد قوية وما حادش انكن ان منتخب مصر النهاردة في مجموعة كبيرة من اللعبين لا يستهان بيها على مستوى افريقيا بشكل عام خاصة في الخط الهجومي وخط الوسط حتى على مستوى خط الدفاع لكن طبعا الشنوي وحراس المرمى الموجدين لكن عدم القدرة على العودة مرة تانية اسلام المباراة هو ده اللي يقلقك طبعا في عامل تانية احنا مش بنتكلم على تعادل مخطوف صحيح احنا نتكلم على تعادل مستحق واذا كنت بتتكلم على ورع وقلم موزنبيق كان الطرف الافضل على مستوى الاداء وعلى مستوى التحضير وعلى مستوى قرية مدربه للمنتخب مصر ادارة المباراة والتعامل مع خد بالك انه يعني دايما لما يبقى منتخب اسمه صغير شوية او مش من المنتخبات المرشحة او منتخب اللي ما عندهش لعيبة كتير على مستوى او فورمة عالية بيلعب مع منتخب كبير فكونوا يستقبل هدف في اول دقيقتين من عمر المباراة ده ضغط نفسي واحباط شديد جدا عليه والسيناريو بالنسبة له بقى في منتخب صعوبة فكونوا يقدر يرجع ويبقى اكتر من ند ويسجل هدف تعادل وهدف تقدم بل انه ما يترجعش كمان ويبقى في اكتر من كورة ليه فرص خطيرة على مرمى الشنوي لا انت بتكلم على مدير فني الحقيقة ليه كل الاحترام اه محترم جدا لانه قدر انه يدير المباراة بشكل رائع جدا امام منتخب مصر واحترم منتخب مصر بشكل كبير جدا وواضح انه درس منتخب مصر بسقة كبيرة جدا جدا في لعيبته لان عودة ادارة المباراة دايما فيه سينوريهات يعني بتقسم المباراة لأكتر من سينوريهات ويتكلم فيها الهيد كوتش مع لعيبته قبل المطش طبعا بدايتنا بقى يعني خليني قبل ما اروح للامور الفنية اكلمك بس عن العوامل يعني لو اكلمنا عن بعض العوامل انك مثلا كالتحاد كورة او كمشرف عام على منتخب مصر كان مفترض انك تروح بدري شوية علشان تدرس الاجواء هناك واضح جدا ان درجة الحرارة عالية جدا واضح جدا ان درجة الرطوبة عالية جدا حتى على الجاليسين عادية كتلبودراء شوفنا اكتر من فريق اربع خمس فرق لعب وغاية النهاردة بيعانوا بشكل كبير جدا من درجة الحرارة ومن الرطوبة وده كان واضح وفيتوريا لما كان مسك النفوت كان من الحر ولا من احداث المباراة طبعا نسخولت الاجواء احداث المباراة كان صعب جدا بدوصل الاتنين وتلاتة وتلاتين وكمان درجة الرطوبة عالية جدا وبالتالي وقال يفسي سي موديل فني المنتخب السنغال كان بيطالب واحد من تصريحاته يعني اتحاد الافريقا المسؤولين على البطولة انه راجعوا نفسكم وحساباتكم في معايد المطشط لانه الدنيا صعب جدا ودول السنغال يعني يعني عايشين في الاجواء دي اجواء دي بنسبالهم عادية وده يرجعنا انه كان لازم منتخبنا يروح بدري شوي يعني رسحيحهم وراح اربع او خمس ايام بدري لكن المانع انك تروح اسبوع وعشر ايام شان تقدر لعبتنا تتعود على الاجواء وخصوصا انه المعسكر بتاعك بدأ من يوم ثلاثة يعني كان عندك فرصة كبيرة جدا جدا ومش ادر اقول انه يعني يعني اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر حزم ام واحد من النجوم واساطير كرة خدم في مصر وليع كتير جدا في افريقيا وبالتالي يعني المعلومات دي اعتقدناها حضرة عنده المفترض ممكن برضو في الحسابات قال لك احنا اول المشوار موزنبيق والبداية الفعالية للمنتخب هتبقى قدام غانا دايرك دعانا ان انت بتستعدش بشكل جيد منتخب المغرب راح قبل البطولة ب8 او 9 ايام وبالتالي يعني الناس بتفكر بشكل جيد انه ازاي جاهز لعيبته لبداية البطولة منتخب موزنبيق على مستوى التاريخ زي ما قلت احمد او تاريخ بعيد جدا جدا حتى الخمس منجهات اللي واجهناهم الفوز في كل المباريات ما احرزوش فينا هدف على نصر ام افريقيا وتصفات كاس عالم فبالتالي يعني الصدمة كانت كبيرة جدا لكن انا اعتقد ان البداية كأنك تاخد العلقة بدري شوية او تاخد التشوك ده بدري شوية يعني مهم جدا جدا عشان تقدر تفوق عندنا مجموعة كبيرة جدا من اللي عبتنا مميزة جدا عندنا منتخب قوي وده ما فيش حد يقدر ينكر ده بس معلش على مستوى الحماس خلينا نتفق واحنا من اول كلام كده عشان يبقى من الاخر الفرصة ما زالت قائمة طبعا والاهم منها قائمة انها بأدينا يعني انت مش مستني او بتعتمد على نتاج الاخرين عشان تحسم انك تكمل مشوارك في البطول لكن ده ما يمنعش انه في حاجات كتير جدا انبارا هاشرف كان عليها علامة استفهام افهم كويس قوي انه ممكن يبقى فيه سوق اختيار او يعني لعيبة مش هاول سوق اختيار لانه كل اللعيبة الحقيقة انا رهنت يعني انا كان واحد من اسئلتي انه الجيل ده النسخة دي كود ديفور 23 هي البطولة هي بطولة 23 يعني حتى وهي بتتلعب في 24 انه الجيل ده هو اقرب جيل واحنا رايحين حاسين انه قريب شوية من جيل السلسية يعني امكانيات على اعلى مستوى في اكتمال بشكل او باخر في مجموعة اللعبين في كذا جيل عندك القوة وعندك السرعة وعندك المهارة وعندك الخبرة عندك وفرة في كل الخطوط فبالتالي حاسس انه حتى على مستوى المدير الفني وطريقة اللعب حقيقي ونتيجه معاه كانت مبشرة جد لكن اقبدا يبقى فيه دي اوف مثلا لعب 2-3 لكن مع كامل الاحترام انبرح لعيبة كتيرة جدا بدتكلم في 80-90% من تبيب كانت بعيدة عن مستوى وده شيء يقلق لانه عدم الجاهزية وعدم الاستعداد بشكل جيد واللي يقلقني اكتر زي ما قلت لك احمد عدم القدرة على العودة اثناء المباراة لان تعودنا من لعبتنا يعني انا فكر مع ميستر كيروش او حتى مع ميستر كوبر كانت من اهم مميزاتنا واللي وصلتنا لفاينال افريقيا هي انك بتقدر ترجع مرة تانية اثناء المباراة وبتقدر يعني الروح القتالية والحماس الشديد جدا جدا ساعدونا بنسبة 70-80% انك توصل لفاينال افريقيا النهاردة مجموعة اللعبين الموجودين متوفر فيهم زي ما قلت احمد كل الامكانيات الامكانيات فنية وبدنية وزهنية على مستوى الحماس واستعداد وعلى مستوى الدعم الاعلامي والجماهيري وحتى زيارة سات الرئيس للمنتخب ومعاوزير الشعوب ورياضة يعني فيه دعم جماهيري ومن الدولة كمان كبير جدا جدا وامال كبيرة جدا للمنتخب مصر مع هذه المجموعة من اللعبين اللي تتوفر فيهم كل الامكانات وبالتالي مفيش حجة يعني فيش مبرر مدير فني قوي كلنا مجتمعين انه مدير فني عنده امكانيات كبيرة جدا جدا تغير شكل اداء منتخب مصر على الاقل على المستوى الهجومي بشكل كبير جدا ومستوى النتائي مجموعة من اللعبين ست سبع لعبين النهاردة في الاحتراف بشكل كبير جدا فيه دوريات كبيرة جدا جدا عندنا واحد من اهم اللعبين فيه دورياته الاوروبية والعالمية النهاردة محمد صلاح تريسيجي ومرموش وحجازي اسماء كبيرة موجودة في المنتخب مصر حتى على مستوى اللعبين المحليين من قدرش نتكلم ابدا ابدا ان مجموعة اللعبين الموجودين المحليين النهاردة تقدر تقلل منهم او تقول انهم اقل من اي حد فيه افريقيا لكن طبعا المنتخبات الكبيرة ومنتخبات اللي لها تاريخ كبير جدا وعندها استعداد كبير جدا انها تتوصل للفينال افريقيا او عندها طموح توصل لمنتخب افريقيا لازم يكون الاستعداد غير ده غير الشكل اللي شوفناه مبارح لمنتخب مصر الطريقة والاسماء والاختيارات بتاعت فيتوريا كانت بالنسبة لك علامة استفهام يعني انا كنت حسس مبارح انه فيتوريا غير كتير من طريقته ومن اسلوبه في الملعب واعتمد على الاسماء اكتر ما اعتمد على المستوى والاداء مبارح في اختياره للتشكيلة حاسيت ان الفرقة عندي تعليق كبير جدا على التشكيل لانه يعني تقسيم المباريات او انك ازاي هتوصل لصدارة هذه المجموعة لان المفترض انك بتدرس قبل البطولة انا دور المجموعات عندي غانا عندي كاب فيردي عندي موزنبيق المفترض ان في مستويات مختلفة للفرق دي ازاي هتخطى ده علشان اوصل لفاينل او لصدارة المجموعة مبدئيا انه تدمش دايما خطوة خطوة اي لكن على الاقل انت بتدرس ازاي توصل لصدارة المجموعة عشان في دور الستاشر تواجه توالت المجميع علشان يبقى طريقك اسهل بعد كده وبالتالي اعتقد انه بشكل كبير مستر فيتوريا هو منتخب مصر كان ناوي قبل بطولة انه يوصل الى صدارة هذه المجموعة وبالتالي لازم يكون عندك قبل بداية مباراة موزنبيق وهي الاسهل في هذه المجموعة خط هجومي ناري بداية هجومية قوية جدا جدا تقتل المباراة منبادر جدا جدا عشان تقدر تخلص على فريق موزنبيق بشكل اسرع وبشكل كبير وتبتدي حتى لو عايز تريح لعيبتك في هذه الاجواء والجو الصعب جدا لنكلم عنه يكون عندك فرصة ليراحتهم لكن التشكيل اللي لعب بيه الحقيقة شايفه تشكيل بعيد جدا يعني لو كلمتني مثلا بداية من الشناوي طبعا محمد هاني أنا كنت شايف ان عمر كمال لانه عنده نزع هجومية كبير جدا محمد هاني واحد من الأسماع المهمة والأساسية في المنتخب مصر لكن ممكن يبقى مفيد أكثر في مطشو زي غانا طبعا يعني تران على هاني في مطشو زي غانا بشكل كبير طبعا عمر كمال كبداية في مباراة موزنبيخ عنده نزع هجومية كبيرة جدا جدا طبعا محمد عبد المنعم حجازي كلنا كنا بنراهن انه حيكون كويس وأفضل من كده لكن الحقيقة يعني كان التركيز بعيد جدا جدا من حجازي طيب خليني وقف معك مع الاختيارات ومع الأسماء وكمان عندي مشكلة مش بس في الاختيارات لأنه احنا متفين انه كواليتي كواليتي اللعيبة كلهم الحقيقة مماز جدا لكن فكرة انك انت توظف كمان اختيارات الانسب وتغير في طريقة لعبك اللي المنتخب ظهر عليها أنكت الأسماء اللي بتلعب بيها أو اللي بتختارها في كل المطشاط اللي فاتت تلعب في الشكل ده وبالتالي ظهر المنتخب وكأنه حيران مشتت مش عارف ايه المطلوب منه حتى اللعيبة اللي مستوياتها ممازة ما كانتش بتقدي أنا عايز أبدأ معاكم ومع كابتن أشرف بنقطة في منتهى الأهمية لأنه القصة مش بس ان احنا كنا وحشين أو حتى انه موزنبيق كانوا كويسين لكن القصة كمان مرتبطة بشكل كبير ب قدرتك على تحليل وقرية المنافس اللي انت هتقود معه المواجهة ده شغل بيدخل فيه تفاصيل وتحضيرات كبيرة جدا ويمكن أنا جايب لكم مش على قصة ان احنا انفرضنا او ان احنا يعني استضفنا محلل أداء كابفردي قبل البطولة بكذا يوم عشان نكلمه بما ان هم معنا في المجموعة يعني استضفنا محللين أداء من غانا ومن اعتقد كان يالقاء برضو مع حد من موزنبيق ومحلل أداء منتخب كابفردي أشرف كان ضيف علينا وسألناه عن حظوص المنتخب المنتخب الرئاس الأخضر في البطولة بما انه بيشارك مع منتخبين كبار زي مصر وغانا شايف ازاي مواجهاته في البطولة دي فالرجل حقيقة فاجئني على الهوى وحتى تصريحاته دي كانت مثار نقاش بيني وبين الزمل في السادسة بعد الحلقة ما خلصت انه راجل بيقول لي احنا هنبدأ مشوارنا مع غانا ودي بالنسبة لنا أسهل مباراة وبالنسبة لنا كمان في رايتنا وحساباتنا موزنبيق بالنسبة لنا أصعب مباراة تعال نفتكر كده ونفكر الناس بجزء من اللقاء معاه اه اه انا فاجئني ده لانه مضايح انه الدراسة وده اللي بنقوله دايما ايه الدراسة والعلم في كرة القدم اصبحت حاجة مهمة جدا صحيح تعالوا نشوف برونو رايس قالنا ايه قبل بداية انطلاقة بطولة أمم أفريقيا ده محل الأداء منتخب الرأس الأخدر اللي هنلعب معاة ان شاء الله يوم اتنين وعشرين واللي تفوق مبارح وصعب وعقت بشكل كبير من حسابات المجموعة بعد ما كسب غانا بعد ما كسب غانا اتنين واحد تعالوا نشوف قال ايه طب لو طلعت منك ترتب لي التلات مواجهات بداية من الأصعب يعني أصعب مواجهة بالنسبة لكم مواجهة مصر ولا غانا ولا مزنبيق والمواجهة اللي بتليها في الصعوبة ثم المواجهة الأسهل من وجهة نظرك إن من الممكن أن أقول أن مباراة موزنبيق ستكون الأصعب لبي لأن إذا نظرت إلى نتائجنا ستجد ستجد مواجهة الرأس الأخدر قد عانى كثيرا أمام موزنبيق يجب علينا أن نعمل كثيرا على سد هذا الخلل كما الحال حينما خسرنا أمام إسواتيني وجزر القمر فبالتالي نحن نلعب أفضل أمام الفريق الأفضل مننا لذلك من رأيي ربما يكون مختلفا ولكن مباراة موزنبيق ستكون صعبة الأسهل لا أعرف لا أستطيع أن أقول ذلك ربما تكون غانا لأن لأن الدوافع ستكون عالية جدا الجميع يريد أن يلعب وقتها الجميع يريد أن يهدف فبالتالي أول مباراة ستكون مليئة بالطموح مليئة بالأهداف فهذا هو تفكيري الخاص به طبعا لما تسمع الكلام ده قبل البطولة تقول أنه كلام اللي بتقال ده يعني أي كلام يعني يعني محدش ممكن يقول أنه مواجهته مع غانا منتخب الرئيس الأقدر طبعا إحنا أشدنا به وحللناه وقلنا أنه فيه عدد كبير جدا من لعبين المولودين في أوروبا واللي تأسسه كرويا في مدارس أوروبية وفي ولاية المتحدة الأمريكية وبالتالي عنده 14 لعيب يمثلوا قوام أساسي المنتخب محترم لكن برضو في النهاية لما تيجي تكلم في مواجهة غانا وتقول عليه اللقاء الأسهل بالنسبة لك في المجموعة بالنسبة لي ده شيء ممكن ما تستقبلوش بسهول وأعتقد أنه فيه كتير هتفق معاه في رأي ده لكن واضح أنه الناس مذاكرة ومحضرة وعارفة واللي أكد على ده مش بس نتجتهم مع غانا مبارح لكن كمان المستوى اللي ظهر في موزنبيق قدام منتخب مصر صحيح يعني الدراسة والعلم زي ما قلت لك أحمد مهمة جدا في كرة القدم دلوقتي ما فيش حد بيشتغل بدليل أن كل مدربين العالم وكل فرق العالم القوية النهاردة ومنتخبات أفريقيا وأوروبا وأسيا كلهم عندهم محللين أداية وعندهم الناس بتدرس كرة القدم كعلم وده بيدي لك مساحة كبيرة جدا جدا من الرؤية مساحة لدراسة نفسك والمنافس بشكل كبير وده بيدي لك مساحة كبيرة جدا لأنك تقدر توصل لأبعد نقطة في بطولة أو في سواء محلية أو قرية أو عالمية طبعا كلامه كان مفاجأة بالنسبة لي جدا خاصة أنه يتحقق في أول مباراة واضح أنه هم درسين بشكل جيد محضرين لعبتكم بشكل جيد طبعا الطموح خلي بالك النقط اللي تكلم فيها من أهمها هي طموح الدوافع الدوافع عند كاب فيردي لعبتهم عندهم دوافع كبيرة جدا جدا أنهم ما يوصلوا لأبعد نقطة متحمسين جدا جدا كأول مباراة أمام غانا ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لي متفرجت على المباراة مباراة فجأت بمستواهم وأداءهم الحماسي أكتر منه كمان فيه شكل جماعي صحيح وفيه طريقة للعب وفيه بعض العناصر الجيدة في كاب فيردي لكن مش المستوى الكبير مش الطوب لافل لكن الحماس كمان أنت بقوله أنت طبق كمان على موزنبيك طبق على موزنبيك لكن الحماس والغيرة على التيشرت اللي لابسه والروح القتالية اللي على بتفرق بتدي يعني فروق كبيرة جدا جدا بين لعب مهما كانت إمكانياته وبين لعب آخر إمكانياته أقل إحنا شخصيهم لجأنا لدفع حاجات كتيرة جدا طبعا يعني فيه ماتشات كتير في تاريخ الكرة المصرية اللي عامنا فيها منتخبات إيطاليا مثلا في البرازيل إيطاليا سلقارات محمد حمص محمد حمص طبعا البرازيل المباراة العظيمة يعني رغم أنك خسرت لكن أنا لغاية النهاردة بستمتع جدا بالشو اللي عمل ومنتخب مصر الدوافع اللي كانت موجودة واللي بتدوب بالفارق وكتير من منافسات على فكرة والماتشات اللي كسبناها في أفريقيا يعني الجيل ده وصل اتنين نهائي أم أفريقيا مرة قدام الكاميرا ومرة قدام سرغال كانت الغيرة والدوافع والروح اللي أنت بتتكلم عليها هي العامل الأساسي عامل الأساسي بلا نقاش التفاف جمهير منتخب مصر كلها على منتخب مصر في 2019 2021 نتيجة إحساسهم بغيرة لعبتنا وحمسهم وروحهم القتالية اللي كانت موجودة في البطولتين دول وده الحقيقة كان وصل لهم بشكل كبير وكان كل المباراة بتفرق معهم أكتر وأكتر عشان كده وصلنا الفاينة البطولة وكان ممكن تصل إنك تاخد البطولة بسهولة امبارح احنا افتقدنا العامل ده وهو من أهم العوامل الهدف المبكر ساهم في ده ساهم بنسبة كبيرة جدا ريحنا أو استسهلنا أنا سامعك قبل ما أدخل معك على الهواء وأكيد كلنا سمعنا وشوفنا كل إعلامنا وكل نقادنا ومحللنا إزاي يتكلموا على سهولة المباراة ده بينعكس بالتأكيد على لعبتنا إحساسهم إنهم أفضل وإنك المباراة سهلة وإنك مهما كانت أحمد إمكانياتك وقدراتك فنية وبدنية وزهنية وتاريخيا لكن الملعب دايما هو الفصل ما فيش حاجة أسمعها أنا أفضل على مستوى التاريخ أنا أفضل فنان وبدنين وأنا عندي محمد صلاح وتريزيجي فيش كلام ده الملعب هو اللي بيدوي بالفوارق وبالتالي شفت قدي إمكانيات موزنبيق رغم الإمكانيات الضعيفة لموزنبيق وأنا لسه مصر أن الموزنبيق فريق بعيد جدا جدا عن التصنيف وبعيد عن كل المتخبات الكبيرة وبعيد عن مستوى المتخب مصر لكن الدوافع والطموح لدى موزنبيق كانت أفضل مبارح بدنيا وما كانوا أفضل بشكل كبير جدا كاب فيردي نفس الكلام يعني لو تكلمت عن كاب فيردي وكلمت على موزنبيق هتلاقي نفس المستوى أعتقد كمان غينيا بيساو أمام غينيا بيساو أو غينيا الاستوائية أمام نيجيريا غينيا بيساو تصلت قدام غينيا الاستوائية ممتخب محترم جدا غينيا الاستوائية طبعا لكن برضو الفوارئ كبيرة جدا نحن ستتكلم لو أنت في الفواصل نيجيريا يعني أسماء مرعبة أسماء تخض بدليل هم الأفضل يعني مستوى النواحة التاسوقية أو الأسماء ثم طول عمرهم كده نيجيريا بصراح حاجة مخييرة حاجة غريبة جدا مش بس متحيرني على مستوى أم أفريقيا لكن متحيرني كمان يعني دايما المنتخب نيجيريا ما بيطلع كاس عالم بتبقى أمل القارة كلها في نيجيريا بالذات كبيرة يعني تحس أنه ومنتخب نيجيريا يقدر يكسب المنتخبات كبيرة ويروح لبيد بيطلع كاس العالم إمكانيات لعبتهم كبيرة جدا وشوفنا على مستوى تاريخ نيجيريا في كاس العالم أو في أم أفريقيا لعبين يعني فرقين جدا جدا على مستوى الفني والبدني والزهني لكن زي أنا بقول لك دايما الدوافع بتفرق يعني كنا بيكلم من النجيريا ممكن يكون غيرتهم أكتر على الأندية من منتخب بلدهم ودي بتفرق كتير في أداءهم في البطولات زي بطولة أفريقيا طبعا في مبارح كان في حالة تحس كأنه العيبة بتلعب مع بعض الأول مرة يعني يعني الانسجام كانت واحدة من الحاجات اللي واضحة للمشاهد العادي مش محتاج يبقى خبيرة أو محلل يعني عشان يشوف إنه في حالة ربكة في حالة دربكة في لغبطة كان مسؤولة عنها بشكل كبير جدا الجهاز الفني إما في عدم اختيار العناصر المناسبة اللي عايز من خلالها يطبق فكره أو إنه اختار العناصر المناسبة بس ما وصل لهمش المهام المطلوبة منهم بشكل واضح صحيح هخليني أرجع معك للتشكيل خلينا نتكلم في التشكيل وده هي ودينا لطريقة أداء منتخب مصر أو طريقة لعب مبارح واللي أنا شايف إن كان فيها أخطاء كتيرة جدا مع حالة التوهان الكبيرة وعدم التركيز الكبير جدا وعدم وجود الدوافع وعدم القدرة على الرجوع مرة تانية كل دي أسباب وعوامل ودرجة الحرارة ولكن كل دي عوامل كتيرة ممكن تؤدي للنتيجة بتاعت مبارح لكن خلينا نتكلم في التشكيل مبدئيا زي ما قلت لك عمر كمال كان لازم يكون مكان محمد هيني عب منعي وحجازي مش حقدر أقول إن حجازي يعني كان بعيد عن التشكيل لأن حجازي كان واحد من الأسماء المهم إنها تبقى متواجدة طبعا مع عوجود ياسر إبراهيم كبديل اختلف معك في الحتة دي سكان لي إن أنا أقول رأي ما بحبش أقول رأي بس يعني أنا قلت الكلام ده قبل البطولة ما تبدأ حجازي لعيب كبير جدا جدا واحد من أفضل المدافعين اللي جون في تاريخ الكرة المصرية ده اللي يقال لأبدا من إمكانياته بس حجازي جاي من بعيد وصعب إنك أنت تخش بطولة أفريقيا تراهن عليه من الأول خصوصا إن المشوار المفروض يعني إنك بتراهن على مشوار طويل فمفروض حجازي ييجي بالتدريج لغاية لما تتطمن إنه جاب فورمته قبل البطولة شعيز أشايله الفاتورة بتاعت المارح يعني أنا شايف أنه ياسر كان ميسحق طبعا ياسر يعني بيشارك بشكل أساسي الفترات اللي فاتت ومستوى رائع جدا جدا وفي جيم أنت مش تبقى مضغوط في دفاعية يعني وفيه كمان يعني انسجام ما بينه وبين محمد عب منعم ولو هتلعب محمد هين يبقى فيه سلاسي في خط الدفاع مع الشنوي يعني بتلعب بأربعة في خط الدفاع يعني فيه نسجام بشكل كبير لكن حجازي قبل البطولة لعب ببرات كتيرة في الدورة السعودي ولعب في بطولة آسيا وكان مع المنتخب مصر ولكن كان جيد كان مميز يعني مش حجازي اللي احنا عارفين وكمان بيعتمد عليه بشكل كبير في التغطية خلف المدافعين الكرات العالية إن حجازي أطول لعب تقريبا في المنتخب مصر هم الاتنين دول تحديدا هم اللي جن منهم الهدفين يعني سواء الكرات العرضية أو التغطية خلف الاتنين دول اللي كان فيهم يعني عدم تركيز كامل يعني شوفوا النوتوزين اللي بيكلم فيه ان هم مميزات عند حجازي تقريبا هم الخطائين اللي تسجل لتسجل منهم لأحداث خلال لا خلاف طبعا حجازي بس لا بنشيلش برد بردو العكس حجازي ما حسبش على الفاتورة الوحدة يعني منكلم عن محمد حمدي محمد حمدي واحد من اللعبين المهمين جدا في منتخب مصر لكن زي هيني منكلم على انه عنده يعني اهتمامات دفعية كبيرة جدا أو قدرات دفعية أكتر من النواحة الهجومية لكذا كنت شايف ان فاتوح يكون أفضل موجود في الناحية الشمال في وسط الملعب كان عندي يعني رؤية انك لازم تضغط على منتخب مزنبيخ بادري جدا لازم يكون عندك خمس ست لعبين في الناحية الهجومية خاصة ان شفت الاستسلام الكبير جدا جدا ان احمد لمنتخب مزنبيخ في الشرط الاول تقريبا ما كانوش بيطلعوا إلا بالهجمات المرتدة تقريبا مفيش هجمة منظمة لمنتخب مزنبيخ في الشرط الاول على الاطلاق باستثناء كرة أو اتنين كانت هجمات مرتدة وبالتالي كان فيه استسلام واهتمام كبير جدا من المدرب وقناعات كبيرة جدا انه لازم يدفع امام منتخب مصر المرعب بالنسبة لهم وده احترام شديد جدا جدا من المدرب منتخب مزنبيخ كان لازم تستغله انك تضغط عليه بشكل كبير جدا كنت شايف ان مروان عطية كنت شايف ان امام عشور وكنت شايف تريزيجية انت شايف التشكيل في وسط الملعب يعني بتلعب بمروان عطية تحت امام عشور وتريزيجية وكنت شايف محمد صلاح ومرموشه مصطفى محمد كان يابع عندك قدرة هجومية او قدرات هجومية كبيرة جدا خلي بالك امام عشور بيقدر يعني يقوم بالدورين مهم جدا بنسبة كبيرة جدا الدور الهجومي والدور الدفاعي مع مروان عطية تريزيجية كمان واحد من الاسماء اللي بتقدر تقوم بالدورين مرموشه وصلاح ومصطفى محمد التشكيل الغريب اللي لعب به ووجود زيزه وفي الناحية اليمين وكجناح يمين ودخول صلاح في وسط الملعب او دوره كبليميكر اللعب عشرة حاجة غريبة جدا انت بتلعبش يعني انت ما عملتهاش ولا مباراة ولما جيت حتى لعبت مطش ودي قبل البطولة ما جربتش ما طبقتش ده في الملعب فليه بتبتدي مشوار بطولة رسمي استهانت بالخصم زياد عن نظوم خلي بالك ده ضغط بشكل كبير جدا كمان على تريزيجيه تريزيجين بارح لو وديته او خيمته ما تقدرش تديله اربعة من عشر بعيد جدا لان صلاح كان بياخد اتنين تلاتة معاه في الناحية اليمين وبيدي مساحات كبيرة جدا للناس اللي بتيجي من تحت وبيفضي مساحة كبيرة جدا جدا لتريزيجيه وبالتالي انت غيرت في شكل وطريقة لعب منتخب مصر وضغط لعبتنا في وسط الملعب التكتل الدفاعي واحترام مزنبيخ لمنتخب مصر اللي هم يقفله بشكل كبير جدا على الخط الهجومي عندنا الحق يعني امبارح عمل تشكيل غريب جدا جدا وطريقة لعب أغرب خلت الأمور صعبة جدا جدا على المتخب مصر بالإضافة طبعا لكل العوامل اللي قلناها ما تقدرش يتقول يا أحمد انه سبب او اثنين او تلت انت عندك عوامل كتيرة امبارح تقدر تكلم فيها لسبب انك وصلت للنتيجة دي من بين كل عشرة في كل بيت مصري قاعدين بيتفرجوا على المطش سوا تسعة منهم اتفقوا تسعة منهم اتفقوا على انه في اسمين او تلاتة مش في مستواهم ولازم يخرجوا من بدري صحيح اتأخر قوي الرجل في التغييرات عايز عرف توقيت التغييرات من تقييمك لتوقيت التغيير بالنسبة روي فيتوريا واختياراته للأسماء اللي نزلت والأسماء اللي خرج ميستر فيتوريا زي ما قلتلك لا خلاف يعني كلنا بنتفق واحنا هنا بنتكلم لصالح منتخب مصر يعني دعم كامل لمنتخب مصر فيه احنا بس بنتكلم من وجهة نظرنا الفنية بعيدا عن انك بتتكلم بنواحي سلبية او نقض سلبي لا بالعكس دي وجهات نظر فنية وفي الآخر الراجل هو اللي شايفه بالنسبة له هو الأصح لكن وجهة نظرنا طبعا انه امبارح ميستر فيتوريا كان بعيد جدا حتى عن ادارة المباراة يعني انا بكلمك عن تشكيل فيه ثلاثة او اربع اسماء ما كانوش موجودين من وجهة نظري فندم مصر كلها كانت شايفة انهم مش موجودين مش انت الوحد ادارة المباراة يعني انا بدي امبارح ميستر فيتوريا لادارة المباراة تقريبا ثلاثة او اربعة من عشر الراجل المدير الفني لمنتخب موزنبيق ادار المباراة بنسبة عشر من عشر يعني لولا الخطأ في حساب ضربة الجزاء كان قدر امبارح يعمل نتيجة تاريخية في تاريخ موزنبيق وقدر يفوز على منتخب مصر الاول مرة في تاريخه ولمقدرش يحرز هدف في مربع منتخب مصر على مدار سنين طويلة جدا وده خمس مباراة وبالتالي امبارح الحقيقة كان فيه حالة تواهن وعدم تركيز لمستر فيتوريا وزي ما قلت يمكن الاجواء الحرة شوية جديدة عليه اعتقد مستر فيتوريا معاش الاجواء دي ليه ما كان شغال في الخليج يعني الخليج مش حرة من الآن يعني احيانا يعني طبعا يمكن شوية لكن الاجواء الافريقية مختلفة برضو يعني انا شايف اجواء الافريقية مختلفة ولكن مصر فيتوريا حياة واحد من المداربين اللي اشدنا بهم وما زلنا بنشيد بهم في تطوير اداء منتخب مصر لكن كان فيه حالة تواهن شديدة جدا جدا التغييرات التشكيل زي ما قلتلك التغييرات طبعا ما عنديش منع انك تراهن يعني كان جوزي منوال جوزي الله يا مسيب الخير كان استاذ في الحتة دي ما عنديش منع انك كمدير فني تقرأ المتش غلط او تبتدي بداية غلط لكن عندي مشكلة ايه دورة بقى المباراة اه امتى تاخد قرار مش مهم جدا تعترف يعني فكرة انك انت تعترف انه يا جماعة انا اخطأت وهصلح بدري بدري دي حاجة تحسب ليك ما تحسبش عليك لكن يبدو كمان انه كان على قناعة كأنه هو الوحيد اللي ما كانش شايف انه فيه اسماء كتير كانت محتاجة تخرج بدري بدري صحيح يعني امبارح ترزجي كان بعيد جدا جدا ازيزو كان بعيد جدا نني حمدي كان بعيد جدا جدا حمدي كان بعيد جدا جدا صلاح في فترات طويلة يعني مروان تغيرة مروان بس يعني مروان لو نزل في نص الملعب بدري شوية كان فرق كتير جدا مع المنتخب مصول صلاح امبارح كان في فترات طويلة جدا بعيد بره الجي بره وفيه فرص يعني فرصة أو اتنيد لصلاح مبارح بخبرات صلاح وإمكاناته الحياة كان يخلص المباراة خليني أروح معك يعني لمباراة النوك متفق معي أن اللي جاي خلاص نوكاوت يعني اللي جاي خلاص مفيش حسابات نقاط اللي جاي مطلوب منك لو أنت عايز تكسب البطولة كل مطشط اللي جاي بتاعتك ماكسب طبعاً يعني أنت لو عايز تسعد من المجموعة دي خلاص مباراتك نوكاوت خلاص مفيش حل يعني لازم تفوز في المباراتين البقية طب الأول أسمع منك قبل ما نروح لمصر وغانا تقييمك لشكل منتخب غانا أو مستوى منتخب غانا براح لقاءه مع كاب فردي أنا حسيت أن منتخب غانا عنده خبرات كاب فردي تقدمت غانا تعادلت نتيجة أخطاء دفاعية وعدم تمركو السليم نفس اللي حصل دقريباً وإسرار وروح الجون الجيف ديها تسعين ده في طلب الجون زيدان وتريكا نفس الروح والإسرار والعزيمة كرة شبه ميتة لاعيب في قص ثلاث مدافعين وحال السمارمة بيخلص الكرة ويصلحها لزميله وحتى لو زميله ما كانش مجدد أعتقد أنك تحسب درب الجزاء يعني كده كده الراجل حاول بشكل كبير الطموح طبعاً والإسرار الكبير جداً عند كاب فردي يقدر أن يحسب المورا مبارح لكن منتخب غانا منتخب عنده إمكانات كبيرة وعنده لعبة كبيرة موجودة فيه وموقفه بقى صعب وموقفه صعب جداً غانا موقفها أصعب يعني أنا زائلت أنه غانا تغلبت مبارح يعني بجد يعني فكرة أنك أنت تلعب غانا أنتو الاثنين بتلعبوا على كارت واحد ده هيصعب كتير جداً من المطش على عكس من لو كان غانا فازت مبارح لو كانت غانا فازت مبارح كان إلى حد المادة وافع عندها مش هتبقى زي ما هي موجودة دلوقتي ده وافع غانا قدام المصر يعني فكرة أنه غانا تلعب مطشين في البطولة فتخسر المطشين دي بالنسبة لهم كارثة مهمة يعني أسماء كبيرة وبيلعبوا في أندية كبيرة جداً أيو وإنياكي وقدوس ومحمد قدوس طبعاً وتوماس بارتي يعني أسماء كبيرة وأسماء مهمة جداً في منتخب غانا وخبرات كبيرة لكن منتخب غانا بعيد شوية الفترات اللي فاتت وستيلي فاتت بعيد عن التصنيف وعن أنه يكون موجود في حتى دور التمانية لأمم أفريقيا لكن ده لا يعني أبداً منتخب غانا منتخب قوي ومنتخب خطير جداً والدوافع اللي اتكلمنا عنها أحمد وللسه بنتكلم عنها أنه ما عندوش حل تاني خلاص هو مباراته بالنسبة ل حتى تتعادل لا يكفي طبعاً تتعادل لا يكفي وعنده فرصة كبيرة جداً أنه يكون في أول أو تاني المجموعة دي يعني الفرص كلها لسه موجودة في هذه المجموعة بعد أول مباراة رغم إشتقلبة المجموعة دي لكن كل فرقة عندها لسه الأمل أنها تتواجد بقوة وكأول أو تاني المجموعة أنت في نفس اليوم هيبقى فيه كاب فيردي وموزنبيق زي ما قلنا كاب فيردي لو كذبت ضمنت التأهل مباشرة خلاص وإلى حد كبير ضمنت صدرة المجموعة بالزبط فبالتالي السيناريو الألطف شوية أنه موزنبيق تكسب كاب فيردي يعني عندنا أمل أنه زي محل أداء كاب فيردي بيقول أنه عندهم تخوف كبير من موزنبيق لكن ده يخلهم يحترموها أكتر ومعندهمش نتائج كبيرة بس النتيجة كمان دي رفعت من سقف طموحاتهم ومعنواياتهم جداً للفرقتين بصراحة يعني موزنبيق لما تتعادل مع مصر أو تبقى كذبانة مصر ومصر تتعادل بضرب الجزاء في النهاية أعتقد أنهم مبسوط يمش متدائقين يعني الدوافع عندهم هتبقى كبيرة جداً جداً كاب فيردي كمان ما عندوش حل غير أعتقد يعني أنه الأسهل بالنسباله أن يكسب موزنبيق لأنه هيواجه بعد كده منتخب مصر بالنسباله مباراة موزنبيق حياء أو موت ولعيبة عندها طموح ولعيبة الشباب وعندهم لسه لدوافع كبيرة جداً فالمجموعة تصعبت جداً يعني أنا شايف أننا صعبنا على نفسنا المجموعة بشكل كبير السيناريو الأفضل بالنسبة لفيتوريا اللي يبتدي يحضر به المنتخب مع مباراة غانا غانا محتاجة تكسب وإنت محتاج تكسب شايف أنه أكيد طبعاً مش نفس الطريقة اللي لعبنا فيها مع الرهانة على التركيز والرهانة على الشخصية والرهانة على الروح كل ده شيء أساسي مش محتاجين نتكلم فيه لكن تعالوا نشوف كده كده بعد الجولة الأولى ترتيب المجموعة بعمل زي يعني على مستوى الأرقام كابفردي في الصدارة ولكن حد يتوقع كابفردي في الصدارة تلت نقاط طبعاً هدفين لها وهدف عليها مصر وموزنبيق مركز تاني كل فريق منهم ليه نقطة نتيجة التعدل وغانا تتزيل ترتيب المجموعة بصفر من النقاط المواجهة اللي جاية غانا رابع الترتيب في مواجهة مصر الرأس الأخطر خلي بالك هتفكر ازاي في غانا هتلعب جيم مفتوح جيم هجومي ولا هتبقى أكتر متحفز لأنه حسابات صعبة خلي بالك من نقطة مهمة أن غانا عندهم مشكلة كبيرة جداً جداً على المستوى الجماهيري هناك لأن في آخر بوتولتين 2019 خرجوا من دور الثمانية اعتقد أمام تونس وفي 21 من دور المجموعات ودي بالنسبة لمنتخب غانا المنتخب اللي فاز بهذه البطولة أربع مرات حاجة كارثية بالنسبة لهم خاصة عندهم أسماء كبيرة وأسماء مهمة وبالتالي مباراة تكون فيها ندية كبيرة جداً وفيها طموح للفرقتين بشكل كبير تلعب ازاي؟ ما عندكش حل غيرنك تلعب بطريقة متوازنة لكن هجومية أكتر أنت ما عندكش حل غير الفوز التعادل في هذه المباراة صحيح يدي لك أمل عندك نقطة ممكن تتعادل وممكن تفوز آخر مباراة لكن مين يقدر يقول أنك تتعادل مع موزنبيق وتكون بهذا الأداء؟ أنت قلت لي كلمة في فصل واجعتني بصراحة ولغبطت لي هي مصر ممكن تكون بتلعب على أنها تتأهل كأحسن تولد؟ المنتخب الذي نراهن على أنه ينفس على رقب البطول أو ممكن يبقى حزوزه أنه يتأهل أو يتمنى التأهل كواحد من أحسن أربع تولد؟ لو ما قدرتش تفوز على منتخب غانا أنت هتضطر تلعب على هذا الأساس أنك تدخل كأحسن تولد؟ لو تعديلت مع غانا لو تعديلت مع غانا وما قدرتش تفوز على كاب فردي وانتهت مثلا المباراة خلينا نقول بالتعادل وارد أنك تدخل هذا معنى الأسوأ حتى كأحسن تولد؟ أو خساباتك بقت بعيدة؟ وارد أو لا يعني السيناريو الأسوأ أنك تتعادل مع غانا وتتعادل مع كاب فردي أو الأسوأ أنك تخسر دي حاجة كرسية طيب أنا لا أكمل في البطولة يعني يعني لا أعليش تسمحني ده شكل للأسف للأسف أداء منتخب مصر مش النتيجة يعني النتيجة وارد أنك تبقى كويس قوي ويدخل مربك هدف أو تخسر أو تتعادل وارد ده يحصل لكن اللي إليك قوي هو الأداء وإنك ما قدرتش ترجع مرة تانية أسناء المباراة هو ده اللي يلقني على منتخب مصر لكن كإمكانيات لعبتنا وقدرات لعبتنا والحياة كلنا ثقة فيهم لأن عندنا فعلا مجموعة من فترات طويلة يا أحمد زي ما أنت قلت وتوب فورم عندنا فترات طويلة مرموش مصطفى محمد فريزي جي محمد صلاح لو تكلم على مستوى المحترفين من أحسن أحنا بنتابع كل أخبار محترفين المصريين ومشاركتهم عندهم كل يوم أربع هنا في السادسة أفضل موسم للمحترفين المصريين في أوروبا هو الموسم ده لما تيجي تتكلم عن المحلي تتكلم على لعيبة النادي الأهلي جاية من بطولة كاس عالم ومن وراها على طول بطولة كاس نخبة مقدمين فيهم مستوى بدني وفني ومهاري توب فورم صحيح فبالتالي انت رايح بلعيبة مش بس إمكانتك ويسا دي وصلة لأعلى مستويات معدلات فنية ومهارية قبل البطولة فإنه المنتخب يطلع كده وعندك مجموعة كبيرة كمان يعني انت مش بتكلم بس على المجموعة دي أو زيزو وعمر كمال عبدالواحد أنت تدكة البدلاء بره أنت تحتور تلاعب مين وتقعد مين يعني خلي بالك هي وجهات نظر يعني أنا أقول النهاردة مثلا زيزو ممكن لا إمام عشور فيه ناس مقتنع لا إمام عشور أفضل فأنا عندي واحد أو اتنين اتنين أو تلاتة في نفس المركز في كل مكان في نفس المراكز دي لا تقدر أو تكون عندك حيرة أنك تلاعب مين أو تلاعب مين فدي مشكلة لمدير الفني لكن هي مميزات كبيرة جدا جدا أن يكون عندي أكتر من لاعب نفس المستوى الفوارق بسيطة جدا جدا وتقدر يعني النهاردة مثلا مصطفى فتحي مثلا لو شارك في البطولة هل تقدر تقول أنه ممكن يكون مستوى سيء لا مصطفى فتحي كان مميز جدا جدا ومصطفى عنده فرصة أن يشارك في البطولة احتمال ضعيف جدا لكن وارد لا العيب كويس طبعا وإضافة للمنتخب جدا صراح زيزو إمام ما تقدرش تقول يعني اللين أفضل العيبة في مصر مزبوط محمد حمدي وفتوح عمر كمال ومحمد هاني يعني الأمور عندك اثنين وثلاثة في كل مركز أنت كنت بالدور النهاردة ما كانش عندنا مهاجم مصطفى محمد عندنا كهرباء وكهرباء موجودة برحك رغم أن مصطفى محمد كان أفضل لعب في المباراة على مستوى الأداء ومستوى المرضود منه طبعا لكن كهرباء واحد من الأسماء المهمة جدا جدا مع النادل آلي وفي أفريقيا في كاس العالم عندها في فترات اللي فاتت وبالتالي عندك مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين لا أنا شايف أن منتخب مصر يعني كلنا سقف فيه وعنده فرصة كبيرة جدا جدا وحقق نتائج مهمة خلي بالك في مجموعة من اللاعبين مش هيقدروا يعني ممكن بعد كده ما يبقاش عندهم فرصة تشتراك مع منتخب مصر في كاس العالم أو كاس أم أفريقيا في العيبة بدأت تلعب كرة واتبطل تلعب كرة ويا محققتش لقى بطولة أفريقيا محمد صلاح بهذا الاسم والتاريخ محققش بطولة أفريقيا وبالتالي فرصة ذهبية بالنسبة لهم خاصة إن المنتخبات رغم قوة البطولة لكن أنا شايف يعني شفت شفنا ستة أو سبع مبارات النهاردة صحيح منتخب السنغال قوي وإدري حقق نتيجة كبيرة بس المجانبيا مش مقياس مش مقياس منتخب كودفوار أمام غينيا بيسوي أعتقد حقق هو ده المنتخب ده هو ده المنتخب ده اللي مطلع الكاميرو ومطلع المغرب ومطلع كودفوار يعني هو نفس هم الولاد دول صحيح بس بس محتاجين تركيز محتاجين تركيز ومحتاجين تجديد الدوافع وأنا واثق أن منتخب مصر أمام غينيا هيكون شكل مختلف وأداء مختلف بإذن الله في منتخب لفت نظرك أو حسيت أنه بمناسبة كلامنا يعني على المتخبات الكبيرة حسس أنه يعني ظهرت نيجيريا ظهرت السنغال ظهرت كودفوار من المتخبات الكبيرة يعني كودفوار أعتقد الأفضل السنغال ما تفرقتش حياة اللي كنت في طريقه هنا لكن النتيجة واضحة لأنه كان عندي ثقة أن منتخب جنبيا منتخب قوى أو منتخب كويس وكنت مرشحهم يكون يعني من ضمن الفرق اللي هتكون حسان اسود في البطولة لأنهم فعلا عاملين تاج جيدة مع منتخب موريتانيا وبروكينا فاسو فقد شايف أن ثلاثة منتخبات دون ممكن يكونوا مفاجئة البطولة لكن احنا شوفنا منتخبات مفاجئة بطولة من أول مباراة زي موزنبيق وزي كاب فردي هل هيقدروا يكملوا بالشكل دا ولا لأ مش عارفين لسه لكن كودوفور في أول مباراة منتخب قوي ومنتخب كبير عنده أسماء مهمة جدا إدروا الحياة أن يحققوا نتيجة كبيرة نتيجة وأداء ومجموعة من اللعبين المركزين بشكل كبير التفاف جماهيري كبير جدا جدا وعندهم طموح وده المتخب من ضمن المتخبات اللي تقلق في البطولة وصول مبارح موزنبيق لأنها تسجل فيك هدفين لأول مرة في التاريخ هي ما سجلتش أي هدف قبل كده في التاريخ ولا مرة واحدة حتى سجلت فيه هدف أول مرة تسجل في الشباك أو مرة تزور الشباك منتخب مصري في خمس لقاءات اللقاء السادس يقول أنه منتخب مصري يعاني دفاعيا يعني يعني أنت ما قابلتش حد من الكبار خد بالك أنت تميزت دفاعيا جدا حتى في ظل الانتقادات فترة كارلوس كيروش فترة هكتور كوبر يعني كان منتخب تهم من الميزات التنظيم الدفاعية أه فكرة أنه صحيح يحسب لفيتوريا أنه غير من شكل منتخب وأنه بقى أش يخاف من المنتخبات بتلعب منتخبات كبيرة جدا ورغم كانت تلعب بجرأة وبتفتح الملعب وبتهاجم لكن المبارح كان فيها شاشة دفاعية كبيرة أحطب سزجة جدا 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 يعني يعني أنا بكلمش هنا بقى على غانا أنا بكلم على فريق رايح حطت البطولة قدام عينيه وليسه ليسه تقيل وراء ليسه تقيل مجاش يعني ليسه في مغرب وكالزاير وتونس وكاميرون وسنغال وكودفوار طبعا يعني الأخطاء اللي حصلت مبارح من من خطة دفاع منتخب مصر على رغم علش انت كمان رهانك يعني في اختياراتك لاخترت عمر كمال عبدالواحد اللي هو مميز هجوميا اكثر من الدفاعين ولا اخترت فتوح اللي هو طاير طويل الوقت مميزين دفاعيا اللي عندهم قدرات دفاعية يعني لكن الأخطاء من قلب قلبية الدفاع عندنا في عدم التمركز الرقابة اللسيقة يعني مبارح الهدف الأول مثلا الراجل طالع وراكب الكرة وما فيش أي حد بيضايقه يعني الشنوي مبارح لو كلنا شفنا اللقطة بالتأكيد السريخ وزعي لكل خط الدفاع غير طبيعي لأن تماركو سليم ما فيش حد الراجل جوه ستة يعني على خط تقريبا الستة وما فيش أي مدايقة لي وبالتالي أخطاء دفاعية قاتلة خلي بالك كان فيه واحد وراه كمان يعني لو ده ما جابهاش كان اللي وراه أعتقد هيجيبها كمان التاكلين اللي عمله حجازي في حد بيمر وبين وبين يعني كرة بين الاتنين والراجل بيسبق بالشكل ده وانا بعمل تاكلين وانا آخر واحد خطأ السازج يعني ما يعملوش أعتقد يعني ناشئ لسه بيلعب كور وبالتالي أخطاء غريبة يعني ده يدل قد إيه حالة التواهان اللي كانت موجودة عند منتخب مصر ده مش طبيعي يعني ده مش أداء لعبتنا يعني ده مش مش طريقة لعبهم ومش شكل منتخب مصر الدفاعي لا احنا عندنا صلابة دفاعية وعندنا في كل المبارات اللي شفناها في اللفات كنا بنشيد في الثلاثتاشر مباراة اللي لعبهم مستر فيتوريا يعني بتهقلي جزء كبير من ده هو التحضير لعيبة ذهنيا ونفسيا قبل المباراة أنا شايف أنها حالة لعبين أثناء المباراة أثناء المباراة أنا أشك أشك بنسبة كبيرة جدا أن لعبتنا ما كانش عندها يحساس بالبطولة قبل أول مباراة ما كانش عندهم طموح أنهما أو استعداد نفسي أنه هيخد البطولة أو هيلعب على البطولة دي ما كانش عندهم روح قتالية قبل البطولة قبل ما تبتدي أول مباراة أنه لازم أنافس على بطولة أم أفريقيا يعني أشك في ده بنسبة كبيرة يا أحمد لكن أعتقد أن أثناء المباراة فأخذنا تركيزنا بدليل أنك في أول 3-4 دقايق أنت كنت كويس يعني رحت وأحرصت هدف وضيعت فرصة أو اثنين أنت دخلت المباراة بتركيز كامل لكن أنت فقدت التركيز بعد تقريبا 10 دقايق وربع ساعة من بداية اللقاء وما قدرتش ترجع مرة تانية وده يدل أدي أن لازم يكون مشكلة تفقد تركيزك لكن عندي مشكلة أنك بتعافش ترجع هوا ده ليه ليني أنا قلت لك دقا في أول كلامي إزاي منتخب مصر بالخبرات الكبيرة جدا جدا للعابتنا وكل التفاصيل اللي أنت قلتها عن إمكانيات لعابتنا وإن هما وصلوا للتوب فورم قبل البطولة سواء المحترفين أو حتى المحليين إنك إزاي ما تقدرش ترجع في المباراة سهلة يعني أنا شايف منتخب مزنبيخ مبارح في الشوت الأول أنا بقول إزاي منتخب مزنبيخ ده بيوصل لأم أفريقيا إزاي بيوصل في التصفيات لأم أفريقيا منتخب ضعيف واضح إن هما يعني وصل على ما أتذكر وإحنا بنفتكر كده يعني بفتكر الحلقات اللي قلنا فيها مشوار الفرق لتقاعدة لأم أفريق وصل في الثواني الأخير يعني بلين في الخطوات الأخيرة يعني في آخر دقايق من عمر آخر مباراة كانت منافسة بينه وبين بينين على ما أتذكر وقدر يحط هدف في الدقيقة مش عارف كام فتقاهل على حساب أنا فكر فعلا ده وبالتالي حتى أثناء المباراة يعني في الشوت الأول مش موجودين يعني لعيبة المنتخب كلها جاية جمل في الفرح يعني كله عايز يسجل بجد والله ده حقيقة يعني كله حس أن المطش بقى ايه اتفتح والدنيا فيه حفلة فحسيت أن كل اللعيبة بتتسابق على ودهنا لحالة التواهان اللي كانت موجودة وعدم التكيز اللي كان موجود لكن لازم تشيد بلعيبة المنتخب موزنبيخ ومديرهم الفني لازم تشيد باستعداداتهم للمباراة دي تحديدا لأنك لآخر دقيقة حتى احنا بعد السبع تمن دقائق اللي عبناهم تقريبا حتى على مستوى الوقت البدل الضايع منتخب موزنبيخ هو الأقوى بدنيا يعني هو القادر يوصل لمرمانة بدنيا وبالتالي لأ كان في حالة عدم تركيز كبيرة جدا هو كده بيحصل في البطولات المجمعة حاجة بيسموها لعنة البدايات يعني 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 في تكير في النهاية باللقب فأم أفريقيا فأكثر من المناسبة فرنسا بس خسرت مش في البداية يعني خسرت من تونس بعد ما كانت ضمن التأهل عن المجموعة منتخب مصر خسر من السنغال في بطولة أم أفريقيا هنا في القاهرة في مجوارات الافتتاحية وكسب اللقب السنة اللي فاتت خسرنا من نيجيريا ووصلنا للنهاية فأه يعني نعتبر اللي حصل ده في إطار لعنة البداية الأهم الأهم أنه سقط الغالبية العظمى من من جمهور الكرة في مصر في المنتخب ما زالت قائمة واللي حصل في تقديري بالنسبة لنا مجرد كبوة لكن محتاج أنك أنت تصحح وتلم أوراقك بأسرع ما يكون لأنه اللي جاي بداية من يقول خميس هيكون صعب صعب جدا على المنتخب المصري كنا نتمنى أنه على الأقل مرحلة المجموعات ودور الستاشر تبقى بمثابة النزهة اللي ما يتمش فيها استنزاف قواك ولا قدراتك تبزيش فيها مجود كبير وتحوش ده اللي جاي اللي هيكون بالتأكيد أصعب لكن في النهاية حطنا نفسنا في خانة اليك كزي ما ابتدت ومطشطنا كلها بداية من يوم الخميس اللي جاي بقت مباريات إقصائية نتمنى التوفيق ونتمنى نصحح الصورة اللي ظهر بيها منتخب مصري المبارح قدام موزنبيق قدام منافس هيكون في منتهى الشراسة ومنتهى القوة يوم الخميس إن شاء الله بإذن الله يكون لنا والمنتخبنا التوفيق والحظ في تحقيق أول ثلاث نقاط في البطول يا رب إن شاء الله أتمنى ده لأنه ما فيش حل تاني ما عندكش حلول خلاص أنت لازم صحيح يعني نوك قوت لازم تفوس في مباراة غانا ومنتخب مصر أنا ونصق مليون في المئ إن منتخب مصر عنده القدر على نتيجة إمكانات لعبتنا ومديرنا الفن كمان رهام مازال قائم والأهم من الأمور بزالت بأيدينا مش بأيد الآخرين كل التوفيق ومن بكرة نتابع ونركز أكتر نوت مهم جدا نوت مهم جدا أنك لس الأمور لسه لهم بأيدينا طبعا وإن شاء الله بإذنان نكون قادرين على الحسن شكرا جزيلا أشرف نورتنا وشرفتنا شكرا جدا بسعيد دايما بجدي معاك كل التوفيق لمنتخب مصر ولا ننسى دائما وأبدا الدعم لمنتخب مصر كل دي وجهات نظر لكن في النهاية منتخب مصر هو الرقم الأصح والأول دايما في حساباتنا صحيح صحيح شكرا على المتابعة بكرة سادسة بكرة وبعده حلقتين مخصصتين بس لمنتخب غانا نبقي عليه الضوء ونحاول نحلل مستويات أداءه في البطولة ونقرب حضراتكم شوية من مناطق القوة والضعف فيه فتابعونا ان شاء الله على مدار حلقة الثلاثة وحلقة الأربع مخصصة مصر وغانا أمم أفريقيا كود ديفور